بعد مطالب عديدة من الفلاحين لفتح المجال لاستيراد العتاد الفلاحي ها هو مرسوم تنفيذي يصدر حاملاً لجملة من المواد القانونية الجديدة والتدابير التي تحدد شروط استيراد العتاد المستعمل من الخارج والذي يدخل من ضمنه العتاد الفلاحي في المرسوم القديم سنة 2021 لا يذكر المستثمر الفلاحي ولكن في المرسوم الجديد هناك زدنا ضفنا مع زملاء وزارة الصناعة زد المستثمر الفلاحي لكي تكون له فرصة لاستيراد وشراء بعض المعدات الفلاحية التي بطبيعة الحال لا تنتج محلياً وتفيد كثير الفلاح في عصرانة مستثمراته مهني والقطاع ثمنوا هذا القرار وأكدوا بأن القرار يصب في خانة دعم الإنتاج الفلاحي كما أنه فرصة لبعث قاعدة الصناعات الغدائية والتحويلية اليوم الفلاحين مصرورين كثيراً من هذا القرار الذي سيمكنهم من اقتناء مكنناء بأسعار أقل تكلفة البارح صح كانت كاينة مثل هذه المكنناء ذات العمليات الكبرى ولكن أسعارها كانت بعيدة عن إمكانيات الفلاحين اليوم الأمور تبدلت رأنا نشوفه بالليوم رأنا أكثر حاجة لمثل هذه المكنناء في إطار الفلاحة في إطار الفلاحة الصناعية الكبرى وثانية حتى في فلاحة في إطار تطوير المنتوج الفلاحي وتحويله التصريح لاستيراد العتاد المستعمل وفق احتياجة المتعاملين الفلاحيين ما هي إلا خطوة ضمن مخطط القطاع الذي يهدف إلى إزاحة جل العراقيل التي لطالما كبحت سير التنمية قرار جيد في انتظار التطبيق